تقوم الوفود المشاركة بالسلام على سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان الذي يتواجد في معرض ايدكس للوقوف على الحدث وهو دعم القيادة الإماراتية الدائم لمعرضي ايدكس ونافديكس بالتواجد ومتابعة الأحداث سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة يرحب في ضيوف الدولة اكثر من 65 دولة تشارك هنا في دولة الامارات العربية المتحدة في ايدكس في دورته السادسة عشرة ونافديكس في الدورة السابعة طيب سيادة العقيد مهندس يعني اود ان اسألك عن هذه الصورة اليوم سمو الشيخ منصور بن زايد موجود ودائما ما نرى القيادة موجودون يقفون على الحدث اليوم شو يعني دعم القيادة الرشيدة كيف هذا يحفز الشباب والقوات المسلحة على العطاء على الإبداع في هذا المعرض صحيح الحمد لله نحن ما بنوصل للوصلنا لإلا بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة ابتداء من المغفور لها الشيخ زايد ومرورا بعهد المغفور لها الشيخ خليفة وامتدادا لقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه هذا شرف لنا وهذا يعكس صورة الإمارات ويعكس رؤيتها والاستراتيجيتها ويحفزنا يعني عندما يشاهد أبناء القوات المسلحة سيادة العقيد سيادة العقيد ركن بحري محمد الجلاف يعني مثل هالمنظر نحن نشاهده على طوال المعرض آي ديكس وناف ديكس صحيح طبعا نحن دائما نشيد بمشاركة أصحاب السمو الشيوخ في احتفالنا في معارض الدولية وبالأحرى معرضي الدفاع آي ديكس وناف ديكس وطبعا تواجدهم معانا بالعكس يعطي الشباب الإماراتي وممتثلي القوات المسلحة ووزارة الدفاع الدافع في التمييز في النسخات سواء الحالية أو القادمة دائما دورة الإمارات أطمح للتمييز والتمييز لا يأتي من فراغ بل من الجد والاجتهاد ونحن دائما نتطلع إلى الوصول لأعالي القمم فبإذن الله وبفضل رعايتهم الكريمة وتواجدهم معانا ومشاركة الوفود من جميع أنحاء العالم والدول سنصل بإذن الله للرقم واحد الذي نطمح به والوصول سيادة العقيد روكون مهندس نجلاء التميمي على الوصول قد يكون صعب ولكن الاستمرار على القمة هو الأصعب دائما عودتنا دولة الإمارات وقيادتنا والعاملين عليها أننا لا نرضى إلا بالمركز الأول وهذه ثقافة وجد عليها المجتمع الإماراتي نسعى للمركز الأول في شتى المجالة رواية مسلحة تعليم صحة تطور صناعي اقتصادي والحمد لله الحمد لله رب العالم نعمل الدؤوب والتواصل في هذا العمل والإبداع والابتكار هو ما يأتي دائما بالمراكز الأولى لأن من ينظر للمركز الثاني قد يحقق المركز الخامس أو السابع لكن تنظر للمركز الأول قد تحققها أو تكون قريب منها صحيح هو بالطبع تحدي وهو الاستمرارية تحدي أكبر فدائما وأبدا دائما وأبدا للواحد يتطلع دائما إلى البحث عن ما هو جديد واليوم من خلال هذه المنصة العالمية على مستوى العالم وتوافد هذه الشركات والأفكار الجديدة دائما نحن كذلك نتطلع لمشاركتهم بأفكارهم من مختلف دول العالم اليوم تتكلم عن أوروبا وأمريكا وآسيا وجميع الدول متواجدة في حفل واحد فهذه فرصة فلنتألق ولننجح لأجل مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الدفاع عقد يعني هناك دول قد لا يكون هذه الدول جميعها أصدقاء لكن منصة الجميع التي تجمع الجميع تجمع الأصدقاء تجمع الأضاد هي دولة الإمارات اليوم سمعة الإمارات الطيبة تساهم في نمو للتواجد ذكرت أن المعرض آيديكس توسع بعشر مرات لو تعديلنا هذه الفقرة تحديدا سيدة العقيد يعني أنا ما تكلمت عن الأرقام الأرقام صراحة كبيرة أرقام لا تجامل لا تجامل فعلا الأرقام تتكلم وموجودة في جميع المواقع الرسمية للمعرض والمنصة الأرقام نحن نتكلم اليوم عن 65 دولة مشاركة أي بنسبة زيادة 10% عن الدورة السابقة فقط لا نقارنها بالدورات التي قبلها لأن الفرق جدا كبير نحن نتكلم عن 135 ألف شركة مشاركة 135 ألف شركة مشاركة نتكلم عن مساحة عرض 165 ألف مساحة عرض شركات نسبة زيادة كانت 50% تقريبا زيادة 50% هذا فقط في آيديكس عن الدورة السابقة نعم فقط في آيديكس نافديكس أخوي عقيد نافديكس تخصص تاني نعم فالأرقام تتكلم بشكل كبير وما نحن مثل ما تفضلت نحن بنوصل لهذا المستوى من التقدم والتطور واللمو إلا بدعم قيادتنا الرشيدة وبمجهود زملاء أخواننا العاملين على هذا المعرض وثقة الشعوب والدول والشركات لدولة الإمارات مثل ما قلت نحن دولة نجمع الجميع وهدف المعرض هو نشر الثقافة والفكر التقني والابتكار والنمو بالصناعات الدفاعية والأمنية ولا يناقش أي أمور أخرى بخصص أي قضايا عالمية نعم نعود لنافديكس يعني هي سيادة العقيد قالت أنا لن أتكلم عن نافديكس قالت هناك التخصص عن سيادة العقيد ركن محمد الجلاف يعني توسع هذا نافديكس آيدكس تكلمنا سيادة العقيد نجلة تكلمت عن زيادة 50% زيادة 50% هي في عداد الشركات عداد الشركات ماذا عن نافديكس؟ طبعا في النسخة الحالية لنافديكس الحمد لله وفضل الله ورعاية أصحاب السمو وبفضل اتساع مساحة العرض يعني كانت المشاركات يعني إذا بنحطها بلقة الأرقام نتكلم عن 206% ما شاء الله كأعداد مشاركات من الموسم السابق فهذا إنما يدل أعداد المشاركات بزيادة 206% 206% عن الموسم السابق فبالتالي هذا إنما يدل على مدى نجاح المنظمين سواء كانوا في الدورات السابقة وكذلك التسويق للمعرض على مستوى العالم فاليوم الجميع مشارك هذا فقط في الجانب المعرض نحن نتكلم كذلك زيارات من قطع عسكرية وسفن عسكرية من دول أخرى والتي أضافت مساحة إجمالية للمعرض كذلك بنحو 40% عدنا العديد من الدول المشاركة موجودة وكذلك المميز في هذه اللحظة هو تواجد سفينة الأبحاث التابعة لهيئة البيئة أبوظبي جيوان يعني هناك إلى جانب كل شيء البيئة الإنسان صحة الإنسان موجودة إلى جانب الصناعة العسكرية نعم نعم ونحن جدا فخورين بتواجدها حيث أنها تكمل منظومة الأمن الآن نتكلم عن منظومة الأمن هي تدخل في تأمين وعمل الدراسات والأبحاث البحرية لحماية الغذاء ولحماية مصائد الأسماك وحماية البيئة البحرية فبالتالي أصبحنا نستهدف كذلك الخبراء في مجالات العلمية والطلبة والدارسين في الجامعات من خلال منصتنا معرض نالدوكس 2023 ويعني نحن في هذا العام نستقبل كوب 28 الذي يترأسه معالي سلطان الجابر وهو حدث عالمي لعله الأهم بل هو الأهم في مجال البيئة أقدركم مهندس نجلة يعني الشركات المحلية موجودة صناعات المحلية تتطور كثيرا مع مرور الوقت 30 عام 16 دورة دورة في كل سنتين كانت كفيلة بأن تعطي شركاتنا المحلية خبرة حدثينا عن أهمية اليوم الاحتكاك بهذه الشركات العالمية شو يعني هذه الشركات المحلية الإماراتية؟ طبعا الجناح الإماراتي ولله الحمد يعني ما شاء الله وشيء جدا مشرف يشارك بـ 41 جناح إماراتي 41 جناح هذا العام نعم يعني مساحة عرض 23 ألف متر مربع ما شاء الله نعم هو الأكبر أنا سمعت هذه المعلومة؟ الأكبر جناح نعم في معرض آيدكس ويليه الجناح التركي ثم الجناح الأمريكي 23 ألف متر مربع الشركات الوطنية هذا يعني ما شاء الله يعني شيء فعل مفخر لنا بموجب 192 شركة ما شاء الله وطنية تشارك في هذا المعرض وعندنا أي معناه بنسبة نمو 17% عن الدورة السابقة هذه بالنسبة للشركات المحلية 17% عن السنة الطافة نعم أو عن الدورة الماضية عن الدورة السابقة كان في عدد عدد الشركات وتشكل المساحة اللي تم التأجير فيها أو العرض فيها زيادة من نسبة 17% من إجمالي مساحة العرض في المعرض ما شاء الله وطبعا هذه فرصة للشركات الوطنية التي وصلت العالمية حقيقة يعني هذا مش لا شك وهو اليوم هي اليوم تزاحم في معرض آيدكس شركات عالمية يعني السيادة العقيد محمد هي تزاحم شركات عالمية يعني أنت تعاشر القوم 40 يوما هذا مثل عربي يقولك من عاشر الناس 40 يوما صار منهم وعندما تحتك بالكبار بشركات العالمية لوكيد مارتن وغيرها 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 وأنت تكتسب خبرات كذلك ماذا عن المجال البحري للصناعات المحلية طبعا بفضل رعايتنا سمو الشيخ محمد الكريمة طبعا تولد لدينا الفكر في التطوير وتولد لدى منصة ناف ديكس الفكر في استحواذ الشركات وكذلك عرض المنتجات الوطنية اليوم خليني أحاكيك بلغة الأرقام لأنه دائما الدليل هو يقول لك الأرقام لا تجامل بالضبط فاليوم أنا عندي في معرض الدفاع والأمن البحري ناف ديكس 135 شركة عارضة منهم 40 شركة وطنية 40 شركة يعني هذه النسبة تقدر بحدود 30% أنا مشاطر في الرياضيات بالضبط اللهوت 28% فبالتالي أنت التقنية قاعدة تتحول والتقنية قاعدة دولة الإمارات تستوري وتستورد كذلك أصبحت بيئة قاطبة وجاذبة للمصنعين الكبار من دول العالم فمن خلال منصتنا هذه أصبحنا نسوق لسوق الإمارات والمنتج الإماراتي ونفخر كذلك بتواجد عدد من السفر والقطع على تسريب بحر إمارات كوبا لأول مرة للجمهور وتدشن من خلال حفلنا الكريم هذا المعلومات أنا أعرف هناك بعض المعلومات التي مثلا المركب مظفر ممكن أنك تعطينا معلومات عنه سيكون عندنا تجشين لسفينة الإبرار سفينة الإبرار إبرار نعم طمب الكبرار التابع للقوات البحية إن شاء الله وكذلك بيكون عندنا تجشين كل من زورقية المروح فيها الشجاع مسبار ومظفر مسبار على اسم مسبار الأمل نعم عقيد ركن نجلة اليوم شركاتنا موجودة واتفقنا أن هذه الشركات بما أنها موجودة بما أنها في دولة عظيمة مثل دولة الإمارات تحقيق الشركات العالمية في أهم معرض عالمي هي تكتسب خبرات طيب كيف الإقبال العالمي على الشركات المحلية؟ هل هناك إقبال؟ هل هذه الشركات المحلية هي تورد للسوق المحلي؟ أم أنها أيضا موجودة وتتعامل مع الأسواق العالمية؟ نحن الحمد لله وصلنا للعالمية مثل ما قتلك وصل في إقبال على المنتجات الوطنية بشكل كبير كصناعات دفاعية فالحمد لله وصلنا للعالمية الإقبال العالمي وليس مقرارين نعم نعم الإقبال العالمي صناعات دولة الإمارات الدفاعية وصلت للعالمية إذن نحن مستمرون في تغطيتنا سيادة العقيد ركن مهندس نجلة تميمي والعقيد ركن بحري محمد الجلاف يبقوا معنا ولكن في هذه الأثناء نعود مرة أخرى للصور سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة يقوم باستقبال الوفود المشاركة في معرضي آيدكس ونافديكس آيدكس في دورته السادسة عشرة ونافديكس في دورته السابعة 30 عام مشاهدين الكرام من الإبداع يقوم سمو الشيخ منصور بن زايد الآن بتحية هذه الوفود المشاركة التي تأتينا من 65 دولة أكثر من 1350 شركة عالمية مشاركة ووقوف على الحدث من القيادة الرشيدة اهتمام وتقدير لضيوف الدولة الذين يقدرونهم كذلك دولة الإمارات ويشاركون في مؤتمراتها ومعارضها العسكرية والمدنية الكثير من الوفود تتكلم عن 65 دولة تشارك في معرض آيدكس ونافديكس وعن قيادة رشيدة تحترم ضيوفها ترحب بضيوفها وتتابع ضيوفها بشكل دائم في هذا اليوم الذي يكتمل فيه 30 عام على معرض آيدكس في دورته السادسة عشرة اليوم سيادة العقيد نجلة يعني أهمية تقدير الناس تقدر الناس فيقدرونك اليوم وجود القيادة والاهتمام بضيوف الدولة ماذا يعني؟ نعم دعوات مفتوحة لجميع الدول بدون استثناء الأقبال هذا وقوف القيادة لاستقبال هذه الضيوف هذا كله يعطينا ثقل ووزن أن دولة الإمارات هي دولة ترحب الجميع في أرضها وتستقبل الجميع وتؤمن بالفكر والإبداع والتطور العلمي وتساهم في إقرار الأمن والسلام الدولي وهذه أكبر رسالة يوصلها المعرض أبو ضبيع عاصمة سلام عقيد محمد اليوم قيادتنا الرشيدة سمون شيخ منصور يحيي الضيوف الموجودين ضيوف دولتنا ويستقبلهم يرحب بهم في معرض أيديكس ماذا يعني هذا اليوم؟ بالنسبة للضيوف أيضا دولة الإمارات دائما وأبدا عاصمة للسلام من خلال إماراتها أبو ضبي العزيزة دولة الإمارات دائما قاطبة لجميع الشخصيات العالمية ومن أجل ذلك يعني تواجد أصحاب السمو استقبالهم للضيوف هذه يكرم مكانتهم ويكرم مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي ويضيف لنا في معرض الدفاع الدولي والبحري نافدكس وآيدكس العديد من الشراكات الاستراتيجية التي تثمن كذلك جهود اللجان المشاركة في المعرض وكذلك تثمن مشاركات الشركات الخاصة بها فلهذا السبب التواصل والاندماج من مستويات السياسية مع الاقتصادية في المجال الدفاعي والأمني يضيف ويكون دافع قوي للمواسم اللاحقة اليوم نحن نتحدث عن أجيال ونحن نعد أجيالا من المواسمة الناجحة للبقاء في المركز الأول والاستمرار بالمركز الأول عالميا وهي مهمة صعبة تتطلب الكثير من العمل ونحن أبو ظبيل الإعلام دائما إلى جانبكم ودائما نرافقكم من عام 93 وإلى هذا اليوم ونتابع وإياكم هذه مراسم تحية الوفود مراسم استقبال الوفود المشاركة تقدير الوفود المشاركة التي يقوم بها سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في استقباله للوفود المشاركة من 65 دولة دولة مراسم الاستقبال مستمرة وأنتم أيضا ستستمرون معنا يعني ما بنخليكم تروح المكان ونتابع وإياكم مشاهدينا الكرام مراسم استقبال ضيوف الدولة في معرض آي ديكس وناف ديكس نحن نكتب نحن نكتب ترجمة نانسي قنقر 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 معرض عسكري في هذه الأحناء يقوم سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان بتحية وفود الدولة بتحية ضيوفنا الكرام وجميع المشاركين في معرضي اي ديكس وناف ديكس إذن مشاهدين الكرام نعود مرة أخرى لضيوفنا الكرام سيادة العقيد ركن مهندس نجلاء التميميم يعني لو نعود للتحدث مرة أخرى اليوم هناك الكثير من المحاور والكثير من القصص في هذا المعرض هو معرض عسكري لكن يعج بالقصص حدثينا عن المرأة الإماراتية اليوم سيادة عقيد ركن مهندس سيدة إماراتية اليوم تمثلي وكمتحدثة عن هذا المعرض وهذا أكبر دليل على مشاركة المرأة أود أن أخوذ معك عن مشاركة المرأة حقيقة مشاركة المرأة ليست بجديد على دولة الإمارات نشهدها منذ قيام دولة الإمارات في جميع المجالات سواء كان في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص وطبعا في القوات المسلحة هي غريبة يعني الباحد يقول المتابع يقول والله القوات المسلحة مرأة في القوات المسلحة عودتنا الدولة وقيادتنا الرشيدة أن المرأة هي تساهم نصف المجتمع أنا أكثر من أصل أنا ما بيقولش عشان ما نزعل الجنس الآخر لكن نحن نساهم وناقف جنبا إلى جنب في نهوض بالدولة والارتقاء بها في جميع وشتين المجالات فما شعرنا في دولة الإمارات أن هناك فرق بين الرجل والمرأة وأنا شخصيا من الناس اللي أستغرب لما أنسئلها السؤال ليش هي فيه يعني المرأة لهذه الدرجة في دول الأخرى وضعها مختلف ما نشعر وين ما رغبنا نقدم وندخل واللي يجتهد واللي يبذل يحصل نتيجة مجهودة وهي الدولة الأولى الحمد لله التوازن بين الجنسين صحيح وهنا نرجع الفضل لصاحب الفضل المرحوم الشيخ زايد بن سلطانة الانهيان الوالد المؤسس والشيخ خليفة طبعا وأم الإمارات سمو الشيخ فاطمة بن تنبارك سيادة المهندس العقيد ركن بحلي محمد الجلاث هنا موضوع تكلمنا عن المرأة لا نستطيع أن لا نعرج على المرأة لكن أود أن أسألك عن الشركات المحلية اليوم الشركات المحلية موجودة لكن كيف تقومون أنتم بدعم الشركات المحلية طبعاً دائماً من خلال منصتنا العالمية هذه التي تجمع البعيد مع القريب نعمل على تحسين الخدمات للشركات المحلية وتوفيرها من خلال اللجنة البحرية المصاحبة للمعرض النابلس يعني هناك تسهيلات للشركات المحلية أجل نقوم بالتواصل معهم نطلب منهم بعض المعلومات عن بعض المنتجات ونسوق عن طريق عن طريق اللجنة البحرية نسوق للمنتجات هذه وكذلك نشرك الشركات العالمية في بعض ورش العمل الجانبية ونشركهم مع الشركات المحلية فبالتالي يصبح لدينا أرض خصبة للتفاعل وكذلك لاستقطاب الأفكار ومن هذا المنطلق يسهل علينا كذلك الاتفاق فيما بعد على صيغة معينة التصميم معين لمنتجات وطنية مئة بالمئة فلنضطر كذلك لبعض الإجراءات الأخرى اللي نقوم بها عن طريق اللجنة البحرية وهو التنسيق الدائم بينش مع الشركاء الاستراتيجيين مع وزارة الدفاع في عرض بعض المنتجات من خلال معرض الدفاع والأمن البحري نافديكس وعرض منتجاتهم مجانا أنتوا تقوموا بترويج لهم نعم نروج لهم وتجمع لهم الأطراف نعم ونجمع الأطراف ومن خلالها تتفاعل الأطراف الأخرى ويصبح هناك أرض خصبة للمزيد من الاتفاقات مع الشركات العالمية وهذا هو سر النجاح اليوم نتكلم عن 40 شركة وطنية في المعرض ماشاء الله وهي سابقة بدأت بكم شركة وطنية مقارنة مع الموسم السابق كانت عدد الشركات 19 شركة وطنية يعني نتكلم عن أكثر من الضعف نعم أكثر من الضعف نعم وطبعا تحية سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة مستمر على لضيوف والشركات المشاركة ووفود المختلفة التي تأتي لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرضي آيدكس ونافديكس آيدكس في الدورة السادسة عشرة ونافديكس في الدورة السابعة وتحية سموه للوفود المختلفة مستمرة ومتواصلة وهذا تقدير من دولة الإمارات واحترام لضيوف البلاد الكرام ومتابعة ووقوف على الحدث ولعله هذا عقيد مهندس نجلة عقيد روكون هذا ما يؤدي للنجاح معرضي آيدكس ونافديكس ومتابعة القيادة هو أحد أسباب النجاح صحيح نعم وهذا يعطينا مسؤولية أن نسعى دائما إذا كانت القادتنا بهذا الشكل فما بالك نحن في ظل انشغالها في أمور كثيرة فما بالك نحن فهذا يعطينا مسؤولية كبيرة وأمانة وواجب فإن نحن لازم نكون إذا مش في هذا المستوى المرة الياية لازم نكون في المستوى الأعلى نسق تصاعدي دائما هل أنتم تتابعون مثلا تقولون والله نحن في دورة 2021 لأننا نعود مرة أخرى لنذكر المشاهدين أن هذا المعرض يقام مرة كل عامين هو ليس سنويا بل هو في كل عامين يقام مرة واحدة هل تحدد الأرقام وكما يقال تنافس الإمارات نفسها بتخطيم أرقام طبعا أكيد نعم نعم نحن كل دورة لازم يكون فيه جديد عن الدورة السابقة في كل دورة في كل دورة لازم يكون فيه جديد عن الدورة السابقة يعني فكرة هذه الدورة تختلف بشكل كبير عن الدورة التي قبلها بس كفكرة من غير الأنشطة والفعاليات التي ذكرتها أنه ليس فقط منصة رائدة عالمية لعرض المنتجات والتقنيات الحديثة في مجال الأمن والدفاع لكن هي أيضا منتقى فكري يناقش أبرز التحديات التي واجهها العالم في مجال الأمن والدفاع وكيفية سبل الوصول إلى الحلول المناسبة وتناقش على طاولة عالمية نحن نتكلم عن أمن عالمي سلام عالمي دفاع عالمي ما نتكلم فقط عن دولة الإمارات فهذا ما يميز لو تلاحظ كلها ورش عمل محادثات طبعا المؤتمر لو تلاحظ ركز بشكل كبير على موضوع رأس المال البشري كيف تطور رأس المال البشري بالتحديات في استخدام التقنيات الحديثة نعم والقيادة الرشيدة تتكلم دائما على أن الإنسان هذه مقولة للشيخ زايد عقيد محمد كان يقول الإنسان هو الأول هو من يأتي في المقام الأول لأن الرجال طبعا هي الرجال هنا الرجال والنساء مقصود بها الناس هم من يصنع المصانع ولا تصنع المصانع الناس حدثنا عن التطور يعني لديكم أرقام تقومون بكسرها كما تكلمت عقيد روكو النجلة تكلمت قالت نحن نحدد أرقامنا ثم هذه تكون نقطة انطلاقة نحن لا ننزل عن هذه الأرقام بس نحاول الصعود نحاول أن نكسر أرقامنا في تحقيق لمنافسة الإمارات نفسها ماذا عنكم في نافديكس؟ طبعا نحن دائما وأبدا نسعى للابتكار اليوم من خلال المنصة هذه والنجاح الباهر اللي شفناه في هذا الموسم لا يكفينا ذلك نطمح لكسر رقم مرة أخرى نطبح للمزيد من مشاركات اللجان جميعها فاعلة وشاغلة لجميع واجباتها طبعا هذه كلها لم تأتي من فراغ أتت من عنصر بشري متواجد من بنية تحتية موجودة يجب أن نشيد بها وهي شركة مجموعة أدنك التي قامت باحتواء هذا الصرح وكذلك مشاركات الدول ومشاركات الشركات التي فعلت الدورة هذا فاليوم دولة الإمارات دائما تطمح أنها تفعل دورها من خلال كذلك شركائها الجميع ينهض بالابتكار هذا الجميع يطلع بالتصور المثالي للمواسم اللاحقة طبعا ما في شيء سهل دائما يكون الأصعب فلما تعود نفسك على الصعب يسهل عليك الأصعب وعندما تكون في القمة نعود للمقولة دائما التي يكررها قيادتنا قد تصل للقمة لكن المحافظة على القمة والمحافظة على التميز هو أمر أصعب من التميز ذاته نحن أطلنا عليكم كثيرا العقيد روكم بحري محمد الجلاف المتحدث الرسمي لمعرض نافدكس والعقيد روكم مهندس نجلاء التميمي المتحدث الرسمي لمعرض ايدكس شكرا جزيلا لكم وشكرا على الإفادة في مواضيع مختلفة عن ايدكس ونافدكس شكرا شكرا جزيلا للمزيد الدفاعي لصادرات والتعاون الدفاعي السيد فاتليك الماسون أمريكا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة